موسيقى خلينا كده نبتدي حلقتنا ونتكلم مع حضراتكم عن موضوع مهم جدا خلينا نتكلم عن المبادرات اللي بتقدمها وزارة الصحة واللي الحقيقة عملت طفرة كبيرة جدا في صحة المصريين وأكيد كلنا شايفين المبادرات دي على أرض الواقع مصر عملت نجاحات كبيرة جدا طبعا بفضل المبادرات الرئاسية والولا الحقيقة المجهودات الكبيرة اللي بتقدمها يعني ما كناش حققنا كل النجاحات دي في القضاء على فيروسي وغيرها طبعا من الأمراض اللي تم علاجها بردو من خلال المبادرات 100 مليون صحة وكمان دلوقتي 100 يوم صحة وده طبعا عشان توسيع قاعدة المستفدين بهذه المبادرة كمان خليني أقول لكم إن مبارح أعلنت وزارة الصحة تقديم خدمات الفحص السمعي لـ 4.2 مليون طفل ده طبعا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة الحقيقة يعني حصول كده أطفالنا على رعاية صحية كاملة وبجودة كبيرة وطبعا كل ده أكيد هينعكس على توفير حياة صحية أمنة للأطفال حديثي الولادة وده طبعا يعني خلينا نقول ده من رؤية مصر 2030 يا رب كل الخير لولادنا ولمستقبل بكرة وكل الخير لبلدنا مصر ومبادرات مهمة جدا يا رشا خلينا نقول أكيد كلنا شايفينها على أرض الواقع صحيح مبادرة في غاية الأهمية ودي المبادرة دي عايز أقول لحضراتكم بعض التفاصيل عنها لأنها هدفها الأول والأخير هو حماية أطفالنا من عمر يوم وحتى عمر 28 يوم المبادرة دي موجودة في أكتر من مكان يعني في حوالي 3500 وحدة صحية في جميع محافظات الجمهورية الاكتشاف مثلا المبكر لضعف السمع ده بيجنب الطفل الإعاقة السمعية أيضا بيسهل فرص العلاج ده بالإضافة أنه بيجنبنا بعد كده مشكلات كبيرة بتحصل للتخاطب لما ببقى الطفل عنده مشكلة في التخاطب بتسبب له أزمات نفسية المبادرة دي بتأتي في إطار التوسع في التخطية الصحية الشاملة برضو عايزين نقول أنه عدم اختيار الطفل أو عدم وصول الطفل للاختبار التاني ما يعنيش أنه عنده ضعف سمع لكن ده مؤشر على أن الطفل بيحتاج لفحوصات متقدمة في مراكز الإحالة اللي هي خاصة بالمبادرة نتمنى أنه كل الأمهات أو كل الأهالي اللي بيسمعونا دلوقتي عندهم طفل من عمره يوم لعمره 28 أنه هم يتوجهوا لهذه الوحدات الصحية زي ما قلنا 3500 واحدة وده شيء مهم وربنا يحفظ ولادنا يا رب جميعا حتى اللي عنده مشكلة إن شاء الله تتحل إن شاء الله يا رشا كده بإذن الله وربنا يحمي ولادنا جميعا ومهم جدا زي ما قلتي أن الكشف المبكر من عمر اليوم لعمر 28 يوم بص لو كشف المبكر في أي مرض بيبقى سهل علاجه وسهل أن أنت ما تتقدميش في المرض ده فيبقى الموضوع أصعب بصدر توخصا في الأطفال بقى ما بيكونش عارفين هو سامع أو مسكيمع فده حاجة مهمة جدا مبادرة فعلا مهمة جدا لازم كل الأهالي اللي بيسمعونا دلوقتي يروحوا ويلحقوا الكشف المبكر للأطفال تعالوا كده